بالفعل سهام بحسب مراسلنا أحمد جردات فإن الأسرات التي سيفرج عنهن اليوم من مدينة القدس هنا إسراء الجعبيس وشروق دويات ونفوذ حماد من حي الشيخ جراح وفدوى حمادة بالإضافة بطبيعة الحال إلى أسرى وأسرات آخرين من الضفة الغربية سيفرج عنهم في وقت لاحق اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي تستدعي عائلات الأسرات الإسرائيليات والأسرى الإسرائيليين بشكل عام في مدينة القدس للتحقيق اليوم في المسكوبية في مقر شرطة الاحتلال الرئيسي في مدينة القدس من أجل تحذيرهم من أي مظاهر احتفالية بالإفراج عن الأسرات الفلسطينيات أبرز الأسرات التي سيفرج عنهن اليوم الأسيرة إسراء الجعبيس المسجونة منذ العام 2015 وتعرضت خلال عملية الاعتقال إلى تشوهات كبيرة في وجهها وفي أيديها ورفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الماضية عشرات الطلبات منها بالحصول على رعاية طبية أفضل من التي حسرت عليها أو الإجراء العمليات اللازمة لها رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي ذلك واليوم تنال الحرية بعد صفقة تبادل الأسرة الأولى منذ العام 2000 ترجمة نانسي قنقر